الجبهة الجنوبية أو الصحراء الكبرى الجزائرية دعامت وسند الثورة التي كانت تدور راحها في منطقة التل والوتر الذي أراد الاستعمار الفرنسي اللاعب عليه لفصل الجنوب عن الشمال غير أنه اصطدم بمقاومة هادئة لكنها شرسة واستقر على منطقة العلوشية ببلدية سالي جنوب أدرار لتكون مركزا لها نشأته كانت فتحت الجبهة الجنوبية في المال كان من الضروري إيجاد نقطة ارتكاز في الجنوب برج جزائري بما لا يخفى على الجميع أنه في برج برج مختار كان عبارة عن تاكانات عسكرية رقان كانت تاكانات عسكرية فرنسوية كان من الضروري والمكان الأحسن والأنسب لهذه المهمة هو سل بسحراء تنزلوف تبقى أطلال هذا المركز الذي رفع فيه العالم الوطني لأول مرة وعايش أهم لحظات تاريخ المنطقة يطاله الإهمال ركن بركن شهد هذا القصر تضحيات الجبهة الجنوبية فكان مركزا لإخفاء السلاح ومنطقة عبور للقادة العسكريين ورمزا من رموز شموخ السحراء الجزائرية